يسعدني أن قطرحت هذا السؤال فبعد ما يثير القلق وعملية الاختيال هذه أنه يجب التعامل معها بطريقة شفافة تماما وأن يتم العثور على من هم مسؤولون عن هذا العمل وإخضاعهم للمساءلة وطبعا هناك تساؤلات عما قد يحدث كذلك طبعا العراق يحتاج إلى التنمية الاقتصادية والشركاء والاستثمارات الولايات المتحدة شريك والسفيرة رومانوفسكي هي من أكثر السفراء العاملين على هذا الفريق الأمريكي لمساعدة العراق مجددا قد نرى بأنه إذن لم نحصل على الأجوبة لكل التساؤلات فإذا سيطر الجمهوريون بعد شهرين على مجلس النواب من المرجح بأن الجمهوريين سيعقدون جلسات استماع لإحراج إدارة الرئيس بايدن ولحس إدارة رئيس بايدن على العمل جاهدين على هذا الملف مع الحكومة العراقية إذن يتعين أن يتم التعاطي مع هذا الملف بشكل سريع وطبعا إذا ما أرادوا أن يروا المزيد من النشاط الاقتصادي والمساعدات الإنسانية ولا نريد أن نرى العراق أي يصبح دولة ينصح بعدم العمل بالاستثمارات فيها فهذا سيكون خطيرا للشعب العراقي وطبعا لا يصب في مصلحة الأمريكيين ولكن سينصب في مصلحة الإيرانيون وسنعمل مع الشركة العراقي لتلافي مثل هذه النتيجة